مرحبا بكم في أحد الفيديوهات قام صاحبها بخفض درجة حموضة الماء باستعمال الليمون كما تشاهدون ونتحدث طبعا عن الزراعة المائية وفعلا النتيجة تكون سريعة أي أن البيأش ينخفض مباشرة بعد وضع الليمون فهل استعمال الليمون طريقة صحيحة أم لا؟ وكيف نخفض درجة حموضة التربة أو الأس الهيدروجيني بطرق علمية وموثوقة وكذلك العكس في حال انخفاض البيأش وأردنا تعديله فما هو الحل؟ قناة بدرة ترحب بكم أولا الطريقة التي استعمل صاحب هذا الفيديو يمكن القول أنها خاطئة لماذا؟ لأن البيأش فعلا ينخفض لكن لفترة جد قصيرة وتعود حمدية الماء للارتفاع من جديد وأوتوماتيكيا فارتفاع الرقم الهيدروجيني تجعل جذور النبات عاجزة عن امتصاص العناصر المغدية إذن لا بد أن يكون لديك أدوات لقياس الأس الهيدروجيني لتتبع مستويات الحموضة وفي حال ارتفع فالحل هو حمد الفوسفوريك وهو حمد مهم جدا في الزراعة المائية حمد الفوسفوريك نتيجته فعالة بعكس باقي الأحماض الخفيفة التي يكون مفعولها قصيرا أو الأحماض القوية والتي تضر النبات بدرجة كبيرة أيضا حمد النيتريك يستعمل في حال ارتفاع البيأش أما في حال انخفاض البيأش وأردنا تعديله فالحل هو كربونات البوتاسيوم أو الكالسيوم وكذلك هيدروكسيد البوتاسيوم وفي الأسواق الآن أصبحنا نجد هذه المحالي الجاهزة للاستعمال في الزراعة المائية وأتذكر أن 6.2 هو الدرجة المثالية لدرجة الحموضة في الزراعة المائية أي بدون تربة إذا أعجبتك حلقة اليوم القصيرة علق بنعم واشترك في بضرعة